تستعد منصة نتفليكس لإطلاق جزء جديد من لعبة الحبار التي صارت في وقت وجيز أول عمل ندرامي كوري يتصدر قائمة أفضل عشر عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم وصلت إلى الرقم واحد في 90 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إذ اعتبرت الأكثر مشاهدة على نتفليكس في العديد من الأسواق الإقليمية خلال الأسبوع الأربعة الأولى من إطلاقها وصلت لأكثر من 142 مليون مشاهدة متجوزة برنامج بريد جيرتون وسلسلة لا كازا دي البابل باعتبارهما المسلسلان الأكثر مشاهدة على الشبكة حتى الآن وبعد إطلاق الومضة الترويجية للجزء الثاني وصل عدد مشاهديها إلى 27 مليون مشاهدة في وقت قصير حيث يعيد هذا الموسم الجديد بالكثير من المفاجآت من جهة أخرى فرضت كوريا الشمالية عقوبات مروعة على من ينشر أو يشاهد المسلسل داخل البلاد إذ حكم على رجل بالإعدام رميا بالرصاص بسبب تهريبه وتجارته لشرائط المسلسل كما حكم على ست من طلاب المدارس الثانوية الذين يشاهدون المسلسل داخل الفصل بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشقة وتأتي هذه العقوبات نظرا لخطورة السلسلة وأطارها السلبي على مشاهدي